اشتركوا في القناة وذلك عن فئة التمكين المالية وتقدمت الشيخ زين في برقيتها إلى جلالة الملك المفدى بعظيم الشكر والامتنان لاختيار المؤسسة للفوز بهذه الجائزة العالمية المهمة مشيدة برعاية جلالة الملك المفدى الكريمة لهذه المبادرة الإنسانية والتنموية التي تساهم في النهوض الشبابية لأحداث التغيير المرجو من خلال تمكين الشباب البحريني بأدوات العلم والمعرفة الحتيثة كما أشادت برؤية صاحب الجلالة يده الله السديدة والنهج الحكيم الذي جعل من المملكة مركزا عالميا مؤثرا وشريكا أساسيا وداعما لجهود الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة